سحر البيان وعظه وجماله إعجازه وحروفه وكماله نور القرآن للشيخ صالح المغابس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المباركون حياكم الله إلى لقاء آخر وتجدد من برنامجكم نور القرآن وكنا قد انتهينا إلى قول الله جل وعلا وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون كان هذا ما عزمت عليه بلقيس ملكة سبأ أن تبعث به إلى سليمان عليه السلام قال ربنا فلما جاء سليمان أي لما جاء الوفد إلى سليمان قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فافتخر عليهم بالإسلام بدل أن يفتخروا بالمال وهذه توطئة إلى أنه أراد أن يدلهم على الخير أرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بدى لنبي الله أن ينظر فضل الله جل وعلا عليه بصورة نعظم التفت إلى من حوله وقد غلب على ظنه أن ملكة سبأ ستأتيه قال يا أيها الملأ أيكم وهذا استفهام يأتيني بعرشها عرش من؟ عرش بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين هو الآن في أرض فلسطين وهي في أرض اليمن كل أحد يكون حول الملك يحب أن يحقق رغبته قال عفريت من الجن وعفريت منزلة في الجن وهي أشد وتمرد أنا آتيك به أي بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك أي قبل أن ينفض هذا المجلس فإذا جرت عادتك أنك قبيل الظهر ينفض الناس من حولك فإنهم لن ينفضوا إلا وعرش بلقيس بين يديك وإني عليه لقوي أمين قادر على أن يأتي به أمين ألا أأخذ منه شيئا لأن عرش بلقيس مريء من الجواهر والنفائس وما يصلح لأن يؤخذ قال الذي عنده علم من الكتاب آخر كان في المجلس لم يأتي في صريح القرآن تعينه ولهذا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال أن القائل هنا هو سليمان وعندي هذا بعيد جدا والذي يظهر لي والعلم عند الله أن القائل رجل من الجن لكنه أوتي حظا عظيما من العلم فجمع ما بين القوة الروحية والقوة البدنية جمع ما بين القوة الروحية والقوة البدنية قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وهذا أمر بالنسبة لنا لا يمكن أن يتصور أن أحدا يأتي بعرش بلقيس في طرفة عين فلما رآه أي رأى سليمان العرش مستقرا عنده فلما رآه مستقرا عنده نسي سليمان من أتى به قال هذا من فضل ربي رده إلى الإله الحق إلى رب العزة الذي أعطى الجنية أو غيره القوة على أن يأتي به وهذا استفيد منه المؤمن شيئا عظيما إذا كان جني قدرته أن يأتي بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض فلسطين في طرفة عين فكيف بقدرة العلي الأعلى جل جلاله إذا كانت هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الخلاق العظيم إن يقينك بعظيم قدرة الله هو ما يجعل التوكل لديك عظيم إنما يزداد يقينك ويعظم توكلك ويجل رجاءك في الله إذا كنت على يقين أن الله جل وعلا وحده ذو القوة المتين وأن الأمور كلها بيديه وأن الشر ليس إليه وأنه جل وعلا فعال لما يريد هنا قال قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأن الله جل وعلا غني لأن الله جل وعلا غني عن خلقه جميعا ومن يكفر ومن كفر فإن الله غني كريم وفي الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا أحب نبي الله أن ينظر أين عقلها قال نكروا لها عرشها التنكير تغيير يسير في العرش لا تذهب معالمه بالكلية ولا تبقى كما هي يقدم بعض الأشياء يؤخر بعض الأشياء قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قال قيل أهكذا عرشك سئلت وكانت من الفطنة بمكان قالت كأنه هو فرارا من أن تقع وهذا ما يعرف اليوم بالأجربة الدبلوماسية قالت كأنه هو ولهذا غبطها سليمان على هذا الجواب قال الله جل وعلا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين أي فضلنا عليها بأسبقية في العلم وبالإسلام الذي يعلو على كل شرف وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين أحب أن يدعوها إلى الإسلام لكل أحد مفتاح إلى قلبه فمخاطبتك لأبيك غير مخاطبتك لقرينك ومخاطبتك لقرينك غير مخاطبتك لمن لا تعرفه والملوك الوفاد عليهم ليست كالمفادة على العوام فأمر الجن أن يصنعوا لها صرحا ممردا من قوارير فصنعوا ثم دعاها إلى أن تدخلها قيل لها دخل الصرحة فلما رأته حسبته لجة لما حسبته لجة اضطرت إلى أن تكشف عن ساقيها حتى لا يصيبها الماء فأخبرها سليمان بحقيقة الصرح قال إنه صرح ممرد من قوارير فعلمت أن هذا لا يمكن أن يصنعه ملك غير مؤيد لأنها ملكة وتعرف إلى أي حد ينتهي قدرة الملوك فلما رأت هذا علمت أن هذا ليس من قدرة الملوك المعروفة وإنما هذا شيء مؤيد من السماء مؤيد من الله قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وانظر إلى جليل رحمة الله خرجت من أرض اليمن تريد أن تحافظ على عرشها فردها الله جل وعلا وقد أكرمها بالإسلام كما نرى من هؤلاء الذين يفدون من جميع دول العالم إلى جزيرة العرب وإلى البلاد الإسلامية ليعملوا يريدون الدنار والدرهم يريدون أن يقتاتوا ومع ذلك يمن الله على بعضهم بالإسلام فهو جاء لشيء وأكرمه الله جل وعلا بشيء آخر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين وحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاده داه عاد جلاله والكون عاده داه عاد جلاله